مرحبا بكم مشاهدين الكرام هذا مجز لأهم لنباء رفض وجهاء وشخصية معروفة في ريف ديرزور دعوة روسية للاجتماع في بلدة الصالحية لبحث تطورات الأخيرة التي شهدتها البلدة عقب خروج مظاهرات عدة ضد نظام الأساد وحسب شبكة فراتبست المحلية فإن قوات روسية طلبت عبر وسط محليين عقد اجتماع مع أبناء بلدة شرق الفرات الواقعة تحت سيطرة النظام والنازحين في مناطق سيطرة قسد لبحث مطالبهم على خلفية المظاهرات الأخيرة أضرب عدد من السائقين عن العمل في مدينة السويدة الخاضعة لسيطرة النظام بعدما أدخلت مديرية النقل حافلة جديدة على خط عملهم وقال شهد عيان بتصريحا لوكالة سمارت إن السائقين قاطعوا الطريق الرئيسي المؤدي إلى ساحة المشنقة في المدينة عبر وضع حافلاتها موسط الطريق مطالبين مديرية النقل بإعادة حافلة نقل الركاب الجديدة إلى الكراج حيث وعدهم موظفو المديرية بالنظر في الأمر قال مراسل قناة حلب اليوم في دمشق إن أزمة المواصلات مستمرة في مناطق عديدة من ريف العاصمة وسط إهمال حكومة نظام الأسد لآلاف الشكاوى المقدمة هذا وأكد المراسل أن الأزمة شملت مناطق عدة في ريف دمشق أبرزها دنون وكناكر وشقحب وأركيس وقرى جبل الشيخ وجيدة الفضل إضافة لبعض مناطق القلمون الشرقي مثل ضمير جيرود ورحيبة ونقل المراسل عن مصادر أهلية أن مؤسسة النقل تتعامل مع المناطق بحسب موقفهم السياسي أثناء الثورة السورية اغتال مجهولون عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الرقة شمال شرق سوريا ونقلت وكالة سمارت عن مصدر عسكري في قوات الأسائش التابعة لقصد أن مجهولين أطلقوا النار عبر أسلحة مزودة بكواتم صوتا على العنصر خلال قيادته لدراجته النارية قرب قرية حزيمة ما أدى لمقتله على الفور قال وزير خارجية النظام وليد المعلم إن هناك خمسة نقاط أساسية بشأن اللجنة الدستورية تم الاتفاق عليها مع المبعوث الأممي خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق بحسب المعلم فإن المرجعيات المتفقة عليها بينهما بخصوص اللجنة أن تتم العملية بقيادة وملكية سورية فقط دون تدخل خارجي وأن لا يتم المساس بمبدأ الالتزام الكامل بالسيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وشعبها وعدم فرض أي شروط مسبقة بشأن عمل اللجنة أو مهل وجداول زمنية لعملها على حد تعبيره تمكن اللاجئة السوري محمد الظاهر من إنتاج الخضروات السورية في كندا بعد أربعة أعوام من العمل الجاد وقال تهيئة الإذاعة الكندية سي بي سي إن فكرة الظاهر لاقت في البداية تشكيكا من أهالي مقاطعة غالغري الكندية بسبب برودة الجو في المنطقة ولكنه بعد محاولاته المتعددة تمكن من إنتاج عدد كبير من الخضروات لتمنحه مجموعة غالغري لدعم اللاجئين السوريين مزرعة بمساحة تقارب الهكتار ونصف الهكتار ليزرع بها ما يريد نهاية الموجز بإمان الله